السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم واجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم للأسف إننا حنّا كمسلمين في هذا الزمان نعيش فترة صحبة جدا فصار للأسف الكثير من المسلمين تبع لأي أحد أي أحد يجيب شيء جديد الكثير من المسلمين يتبعونه بجحل منذ ما يشوفون إش هو هذا الشيء الجديد اللي جاب هذا الشخص يعني شيء بسيط ابحث وراء هذا الشيء اللي جاب هذا الشخص لكن للأسف إن الأغلبية ما يبحث ومن الأشياء اللي دخلت علينا الآن في هذه الفترة وبالتحديد في 25 ديسمبر هي فترة الكريسمس واللي للأسف الكثير من المسلمين ما يعرف إش القصة وراء ما يدري أبدا إش قصة الكريسمس وما يعرف بأن الكريسمس هذا غرقان بدماء الموحدين وما يدري بأن الشجرة هذه اللي جالس يحطها في بيته جات من أقوام كانوا يقدمون للأطفال الأبرياء كقربان لآلهته وللأسف الكثير يحتفل بهذا العيد وما درى إشسال فتا ومو بس الكريسمس الكثير من الأعياد اللي يحتفلون بها المسلمين في هذا الزمان ما يعرفون إش القصة وراءها لكن ما أقول إلا مثل ما قال ابن خلدون المغلوب دائما يتبع الغال فالكثير من المغلوبين منا اللي ما عندهم العلم الكافي واللي اطلاع على التاريخ اطلاع بسيط فقط على تاريخها وتاريخ عدوة يشوف لها مسلسلين وفيلم من نتفليكس وينضرب عندها السيستم مباشرة يشعر بالهزيمة يشعر بأنها مهزوم في المعركة لجهة لجهة بتاريخها وتاريخ عدوة أصلا موب داري وين عدوة موب عارف وين الله حق كل اللي يعرفها أني أبغى أصير زي اللي أنا شفت اللي شفتها في النتفليكس أنا أبغى أصير زيهم أبغى يعيش نفس العيشة عيشتي هادي تفشل ففعليا يصبح مغلوب فيش قام يسوي؟ قام يغطي نفسها بعبادات وعادات من غلبها ظنا منه بأنه إذا سوى هذا الشيء إنه رح يكون في صف الغالب وما أحد يلاحظ أنه لا يملك مبدأ بالأصل فيطلع فقط شكلها غبي وإذا تناقش مع أحد عندها القليل من العلم والبصير والقليل جدا من الاطلاع على تاريخه أو القليل من العزة يا رجل وجاه هذا الشخص بالدليل والبرهان يكتفي هذا المهزوم بأنه يقول يا أخي تراها فلا هو ناسا بس فكنا يعتقد بأنه بهذه الكلمات البسيطة أنه بإمكانه يتحرب من كونه مغلوب ولا يملك مبدأ بالأصل يا أخوان الحلقة اليوم جدا مهمة جدا 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 فأتمنى من كل شخص أنه يركز ويسمع مصبوط وأنه لا يبخل على نفسه بأنه ينشر هذه الحلقة في كل مهمة حمل الحلقة خذ الصوت نزل بكل مكان زي ما أنه إبليس مجيش جيوشة عشان يدخل علينا الكريسموس غصبا عنه برضو لابد أنه نحن نشمر أكمامنا وأنه نستعين بالله سبحانه وتعالى وننشر العلم وكل اللي علينا أنه فقط نوصل هذه الرسالة لأن الأغلبية ما يعرف القصة وإذا وصلنا حلنا رسالة قيمة الحجة يعني خلاص انتهى فلا تكون من اللي يكاتبين العلم ولا تخافون في حلقة جاية بإذن الله رح تنزل قريب بعد كم يوم بس هذه الحلقة مهمة جدا في هذا الوقت الحقيقة تعبت عليها تعب كبير جدا جمعت لكم الفيديوهات كاملة في فيديو واحد اليوم لا تأخلك شي تأكله أباك تركز معايا وبرضو لا تنام لا تشغل الحلقة وتروح تنام أباك تركز معايا وتصحصح من دوم نطول بسم الله نبدأ الكريسمس مقسم لأقسام وكل قسم لها قصة خاصة فيها فعندنا قسمين من الكريسمس القسم الأول اللي هو سانتا كلوز واللي رح نقص قصتها ومن هو بالضبط وثاني قسم اللي هي هذه الشجرة اللي يشوفونها في بيوت اللي يحتفلون بالكريسمس شجرة الصنوبر هذي وليش هم يزينونا ويحطونا في بيوته برضو هذا رح نحكيه في مقطع اليوم وبرضو فيه جزء ثالث يحتاجه لتفسير واللي هو طيران سانتا في الهواء وهو راكب العربة وتقودها بالمنظر اللي تشوفونها الحي واللي رح نفسره بإذن الله في مقطع اليوم بس بنبدأ أولا بقصة سانتا كلوز ومن هو بالضبط وكيف كان تدري أن شكل بابا نويل الحقيقي هو ذا وموه بالشكل الكيوت اللي معروف في أيامنا حاليا بابا نويل هذا شكله زي كده وموه بالشكل اللي خدوده وردية وليحيته بيضاء وكيوت ويعطي هدايا والأمور دي وهي من أكبر الشخصيات اللي حاربت التوحيد في النصرانية يعني الموضوع حساس ترى الموضوع عقدي بحت والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الموحدين في رسالته لهرقل الامبراطور الرومي العظيم اللي هزم الفرس في زمانه واللي في زمانه نقلة كونية للرومان بعد انتصارهم على الفرس قصتنا اليوم فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظري الخاصة عشان كده اسمع القصة وركز معها قصة اليوم عن الموحدين النصارى اللي أغلبنا ما نعرفهم النصارى كان فيهم موحدين لكن أغلبنا ما يعرف قصصهم وإش علاقة بابا نويل أو سانتا كلوز في التوحيد والموحدين النصارى وإش أصل الكريسمس في الأصل ومنين جابوا فكرة الهدايا والشجرة هذه ومن وين جابوا الشكل هذا بإذن الله رح نبين فيها أصل الكريسمس وإش قصة الشجرة هذه بالضبط ومن وين جابوا الشخصية هذه الحقائق اللي بقولها لك في السلسلة هذه حقائق تاريخية معتمدة في كتب التاريخ اللي رح أكتب أسماء هذه الكتب في الديسكريبشن إذا أنت مهتم للدرجة هذه حقائق صدمتنا حقيقة وفتعت عقلي عن بشاعة العالم اللي نعيش في يومنا هذا أتمنى تنشر المقطع لكل الناس اللي تعرفهم حتى لو بدون حقوق أسمح لك خد صوتي كده وقل هذا الشخص أنا ما عندي أي مشكلة أهم شي تنشر هذه السلسلة لأننا نبغى نعدل عقائد عند بعض الناس وبإذن الله ربي يعيننا فيها جاهز نكاتك كلها وقل بسم الله ولا تقول ميري كريسمس وبسم الله نرجع وراء إلى العقد الثالث من الميلاد يعني حوالي 200 ميلادين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث هذا كانوا النصارى مضطهادين من الرومان وكان أغلب الرومان وثنيين عقائدهم وثنية يعبدون الأصنام أما النصارى فكان فيهم غلو لكن أغلبهم وحدين والغلو كان في المسيح إيسى بن مريم عليه السلام وبسبب اضطهاد الرومان للنصارى أنشأ بعض العقائد الفاسدة في الوسط النصراني اللي كانوا قبل الموحدين أنشأ بعض العقائد اللي فككت النصارى شويتين بس هذا الاضطهاد ما استمر لفترة طويلة فبعد تولي الإمبراطور قسطنطين حكم الإمبراطورية الرومانية في عام 306 ميلادين نالت الكنيسة حرية العقيدة يعني بإمكانهم يمارسون عباداتهم وهذا كله بسبب مرسوم ميلانو عام 313 ميلادي واللي بعد هذا المرسوم طلعت التناقضات بين الكنائس والعقائد الفاسدة هذه بدت تطلع ريحتها شويتين الناس تطلع تقول مريم هي الإله وزوجة الله والناس ثانية تقول لا يا حبيبي مريم هذه أنت عدية لكن المسيح هو ابن الله عقائد شويتين يعني فيها كفر وشرك وهذا كله بسبب الاضطهاد الروماني اللي صار للنصارى وإذا جيت تكلمت لك عن اضطهاد يعني ضرب وتعذيب وتحريق واضطهاد بجميع الأنحاء شفت اللي كان يصير للأفارقة الأمريكان يعني شي مشابه فقامت تدعو الكنيسة الإسكندرية بألوهية المسيح وكانوا على مذهب يسمى بمذهب بوليس وعلى رأس هذه الكنيسة غسيس يسمى بالإسكندروس أيوة الإسكندروس هذا هو اللي أنشأ هذه العقيدة أو بالأصح أظهرها للعالم وكان من مناصرين هذه العقيدة الفاسدة قسيس اسمه نيكولاس أو نقوله تذكر اسم نيكولاس هذا أو نقوله تذكر هذا الاسم لأنه راح نراجعه بعد شوية بس إنه في شخص في الإسكندرية قام كان اسمه آريوس قام وقال لا يا حبايبي ما يجوز هذا الكلام هذه ميب عقيدتنا المسيح ما دعا لهذا الكلام الله سبحانه وتعالى واحد غير مولود أزلي ما له لا بداية ولا نهاية هو الأول والآخر والظاهر والباطن أما المسيح فهو مخلوق من العدم زيه زي آدم زي أي مخلوق وكان آريوس هذا غريب وكان واحد فيلسوف كان متقشف وغريب في الإسكندرية يعني كان زاهد في الدنيا كان متحدث فضيع آريوس هذا كان خطيب ماهر واللي جذب الكثير من سكان الإسكندرية بدوا يتابعون هذه الفكرة وبدوا الموحدين يغزون الإسكندرية صاروا كثير نصارى موحدين في الإسكندرية وصار الوضع متوتر بين الناس اللي تقول بأن لله ولد والناس اللي تقول بأن حاش الله سبحانه وتعالى الله واحد أحد غير مولود وبدت المنازعات بين الكنيسة وهدولة الموحدين ولاحظ قسطنطين اللي هو حاكم الإمبراطورية الرومانية هذا النزاح كان جدا متعاطف مع النصارى كان يشوف النصارى ناس كويسة فقاموا أنشأ مجمع نيقيا عام 325 ميلادي وكان في مدينة تسمى نيقيا هي موجودة إلى يومك هذا في تركيا جمع فيها عدد كبير من القسسين من جميع أنحاء العالم عشان يتناقشون في هذه الفكرة هل إيسى مخلوق عادي أو إيسى إله؟ حضر هذا المجمع الكثير من الأساقفة والقسسين والقديسين من جميع أنحاء العالم عشان يوصلون لحل هذا الخلاف بس أول ما بدأ النقاش بدت النزاعات تزيد ولقيا وسوالف وفضايح موجودة وجماعات وأفريقا وتناقضات كثيرة حقائد كثيرة فاسدة بس كان الموضوع الرئيسي هل المسيح مولود ومخلوق عادي من العدم زيه زي آدم؟ أو عيسى عليه السلام وحاش الله يكون إله ومشارك لله سبحانه وتعالى في الألوهية كان أريوس حاضر هذا المجمع والإسكندروس برضو كان حاضر هذا المجمع قامت النقاشات وأريوس يقول لا إله إلا الله وحاش الله أن يكون له مولود أما البقية ساكتين وبس يبغون يلمون الوضع ويلمون الجماعات هذه مع بعضها عشان ما يحبون التفرقة يعني بس آريوس كان ماسك على هذه الفكرة قال لا الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل بس طلعوا من هذا المجمع بقول أن لله ولد وأن المسيح عليه السلام هو ابن الله ومشارك لله سبحانه وتعالى في الألوهية ومستحق للعبادة وعزز لهذا القول 318 شخص واللي عزز لهذا القول 318 قسيس ومعهم الإمبراطور نفسها قسطنطين وال318 قسيس هدولة من أصل 2000 قسيس تقريبا الرقم هذا تقريبي بس آريوس اشتد غضبه وقام وقال لا إله إلا الله حاش الله أن يكون له مولود اتقوا له اللي زع على الحضور كلهم من موقف آريوس فقام نيكولاس المتطرف هذا أو نقوله وانهال على آريوس بالضرب أمام الحضور كلهم كان في موحدين في الحضور لكنهم كانوا جدا مرعوبين من الموقف وكانوا خايفين من الحاكم نفسه وبعد الاجتماع هذا أمر قسطنطين نفسه بتوقيع على أن لله ابن وإنه مستحق الله في العبادة وقعوا كلهم حتى الموحدين مع هذا آريوس الموحدين البقية كانوا خايفين ووقعوا كذا بس عشان يمشون الحال ويا ابني خلينا نلم الموضوع الحين وبعدين يعني نشوف لسالف هذه آريوس قام وقال لا حاش الله لا أقبل هذا الكلام ولا أقبل التوقيع على كفر فغضب قسطنطين وقال لا أنت مطرود من بلادي لن تجلس في بلادي أبدا فنبذ إلى آسيا الصغرى وهذا الشيء ما وقف آريوس بدأ يدعو لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله حتى في آسيا الصغرى وانتشر الموحدين في هذاك الزمان حتى في جزيرة العرب كانوا فيه نصارى موحدين طبعا قسطنطين هذا قام وحرك كل كتب آريوس بس ما حرك في آريوس شعرها وجلس على توحيدها وتمسك أتباع آريوس بنفس الموقف كلهم رفضوا الشرك بالله سبحانه وتعالى كانوا الموحدين في الأسكندرية متهدين بس في نفس الوقت كانوا يدعون لله سبحانه وتعالى واللي بدأ يزيد أعدادهم أما نيكولاس بسبب ضربة لآريوس تم ترقيته من قسيس إلى قديس أنتم متخيلين؟ يعني الموضوع كان شويتين فيه عنصرية واستمروا الموحدين في الإسكندرية بالدعوة لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله إلي أن أسلمت أم قسطنطين نفسها الإمبراطور العظيم أمها أسلمت ودخلت في التوحيد في النصرانية الموحدة والدين عند الله الإسلام الحنيفية واللي أثر على قسطنطين نفسها لأنها أمة فأصدر قرار في عام 336 بالعفو على آريوس فراجعوا الكثير من الآريسيين الموحدين بس في نفس السنة هذيك 336 ميلادي تم اغتيال آريوس من قبل كنيسة الأسكندرية وقيل بأن الإسكندروس نفسها كان له دخل في هذا الاغتيال اغتيل بالسم رحمه الله بس عقيدة التوحيد استمرت استمرت بالانتشار واغتيال آريوس بالنسبة للموحدين موقفهم قالوا لا توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس أما نحن عبيد لله سبحانه وتعالى إذا أخذ منا أحد فنستمر في الدعوة لله سبحانه وتعالى وبعدها بفترة وقابل وفاة قسطنطين نفسها أسلم وآمن بالله وحده ودخل في النصرانية الموحدة ومات في نفس السنة على توحيد الله سبحانه وتعالى بعد اللي سواه من فساد فسبحان الله واستلم بعدها الحكم ولده واللي كان موحد كان اسمه طاطيوس طاطليوس ولده الحقيقة اسمه صعب شويتين ما قدرت أنطق الحقيقة فبعد ما استلم ولد قسطنطين اللي كان موحد كثروا الموحدين وحارب كل من يقول أن لله ولد يعني صار فيه فتح من الله سبحانه وتعالى للآرسيين الموحدين فصاروا الأغلبية موحدين الحين فصار بالكاد ترى شخص مشرك بالله سبحانه وتعالى بس بعد وفاة ولد قسطنطين استلم شخص يسمى جوليان المرتد وكان وثني كان موحد قبل بس أنه ارتد عن التوحيد إلى الوثنية بسبب شهوانيته فقط ومن هنا بدت تتغير أحوال الموحدين فأصبح كل شخص في هذاك الزمان يقول لا إله إلا الله متحت يعدب بالنار ويدبح ويطرت من بيوتهم وامتلت البلاد بالدماء كان يذبح الأبرياء حتى الناس اللي ميرافع السيف يعني ناس فقط موحدين حتى ما يدعون للتوحيد فقط يقولون لا إله إلا الله جوليان قضى عليه بس أن الضربة القاضية كانت بجيش دعمه جوليان لأتباع العقيدة النيقية اللي تقول أن لله ولد دعمهم بجيش كبير كان انتهاء الموحدين على هذا الجيش ملحمة ما شاهد التاريخ مثلها انتهت بعدها الدعوة الآريسية وانتهى بعدها التوحيد فصاروا مشردين في الأرض وقيل بأن ورقه ابن نوفل من الآريسيين الموحدين لله سبحانه وتعالى وبرضوه النجاشي كان من الموحدين بس نيكولاس هذا أو نقوله اللي صفح آريوس من هو بالضبط القصيس نيكولاس أو نقوله وولد عام ميتين وسبعين أو ثمانين ميلادي كان مع ألوهية المسيح وقيل بأنه شارك في الجيش اللي قضى على الموحدين تماما شارك في الملحمة وقيل بأنه من أكثر الناس كرها للتوحيد والموحدين بس كان له قبل كذا عدة بطولات خيرية ومنها كان في 6 ديسمبر يقدم الهدايا والحلويات للأطفال والمساكين من دون ما حد يدري عنه كان بالسر يروح ويحط الهدايا والحلويات هذه عشان الناس تنبسط وتفرح كانوا الأطفال والمساكين يفرحون جدا وكانوا يحبون حب شديد واللي بعد فترة صار عيد عندهم وسمي بعيد نقولها عيد نقولها هذا كان في 6 ديسمبر وبعد فترة سووا مجمع نقية ثاني عام 331 ميلادي واللي كان نقاشهم فيه هل روح القدس جبريل عليه السلام إله أو مخلوق وهل يجوز الاحتفال في عيد إلههم المسيح أو لا وانتهت بعقيدة الثالوث وجواز الاحتفال بعيد المسيح اللي ما كانوا يعرفون متى كانوا مختلفين في متى ولد المسيح بس كانوا صاملين جدا بس كانوا صاملين أنهم يحتفلون ما نحن طالعين من الحياة دي إلا بنحتفل بمولد المسيح أما عقيدة الثالوث كانوا يؤمنون بأن الله خرج منه المسيح حاش الله وخرج من المسيح روح القدس حاش الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام وأنهم جميعا الثلاثة مستحقين للعبادة كلهم الثلاثة حاش الله سبحانه وتعالى جاء وقت أنهم يحتفلون بعيد المسيح بس ما كانوا يعرفون متى كان البعض يقول أنه 6 ديسمبر والبعض الثاني كان يقول لا يا حبيبي 25 ديسمبر والبعض الثالث كان يقول 18 واللي يقول 15 والبعض يقول أنه في الصيف أصلا مو في الشتاء بس كان في احتفال عند الرومان الوثنيين احتفال كان جدا عظيم عندهم وفي عقائدهم احتفال له وزنه وكان هذا الاحتفال في 25 ديسمبر وكان احتفال ميلاد لإله الشمس ولي كان اسمه سول انفكتوس كان اسم الإله سول انفكتوس بس قاعد يفكرون كذا المسيحيين في ذات الوقت والمؤمنين بالثالوث المشركين بالله سبحانه وتعالى في ايش نسوي فقالوا عشان الدولة رومانية وثنية خلينا نجمعها مع بعض كذا ونسوي احتفال حبي مع بعض كذا ناخذ من هنا وناخذ من هنا والامور طيبة 25 ديسمبر معتمد هو مولد المسيح فصار في عيدين وراء بعض بينهم تقريبا كم يوم 6 ديسمبر عيد نقوله و25 عيد المسيح مولد المسيح فقالوا لا يا حبيبي ما يصير عيدين وراء بعض وكل واحد وحدهم اسمعوني بدلا ما يكون نقوله الوحدة اللي هو عبارة عن عيد نروح نجيب للاطفال هدايا ومن دون ما يعرفونه وكذا اسمنا نيكولاس جاب لهم الهدايا ونيكولاس اصلا قدمات بدلا ما نخلي نقوله الوحدة وعيد مولد المسيح الوحدة وما بينهم الا ايام بسيطة نشمعهم كلهم ما بعض ويصير نجيب الهدايا للصغار في عيد مولد النبي ونخلي عيد نقوله هذا مع عيد المسيح ونجيبه هدايا للصغار هذا ولا من دون ما حد يدري ونقول انها نقوله واللي جاب لهم الهدايا كده وبرضو عشان يحبون مولد المسيح نفسه ويصير كده بحجر واحد ضربنا وفي نفس الوقت ما نصير نخالف الرومان الوثنيين ونخليهم يحتفلون لوحدهم وحنا لوحدنا والامر يكون فيه تفرقة كده للمجتمع حنا ما نحب التفرقة ونحب المجتمع يكون يعني متوحدين يعني فاهمينك وعشان الاطفال يحبون مولد المسيح ويمجدونه برضو بس تقريبا بعد 200 سنة من الملحمة اللي حصلت للموحدين والتعذيب والاضطهاد اللي صار للموحدين وفي سنة 570 ميلادية 571 ولد نبي الله محمد ابن عبد الله أول نبي بعث للعالم أجمعين كل الأنبياء قبله كان يبعث لأمة معينة إلا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه بعث للعالم أجمعين وأول نبي حل الله الغزو في سبيل الله وحل الله الغنائم وأول نبي شل السيف في سبيل الله سبحانه وتعالى ولتوحيد الله سبحانه وتعالى بعد الملحمة اللي حصلت للموحدين النصارى وكانت من رسالته لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الروم هرقل سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين أتباع آريوس الموحد لله سبحانه وتعالى ومن حارب لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى فهين النبي صلى الله عليه وسلم علمها الله سبحانه وتعالى عن اللي صار للآريسيين وعن كيف هم مضطهدين من قبل هرقل الوثني فمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له إن أسلمت لله سبحانه وتعالى يؤتك الله أجرك مرتين بس إذا ما أسلمت يا هرقل فإن عليك إثمك وإثم الآريسيين المضطهدين اللي كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى عشان الرومان ما يعدبونه كانوا موحدين بس مضطهدين بسبب توحيده لله سبحانه وتعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله إشهدوا بأننا مسلمين هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلهي رقل اللي معلش ما كان وثني كان نصراني ولكن كان يؤمن بالثالث كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلهي رقل هل أنت مع نيكولاس أو نقول اللي هو بابا نويل في يومك هذا الحالي اللي كان يحارب الموحدين واللي سفك دماءهم وتعظمها إلى يومك هذا وتحتفل فيه أو أنك مع نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم اللي دافع عن الآريسيين أنت تختار بين الشرك والإسلام طبعا بعد ما مات نيكولاس سموه من حوله بسانت نيكولاس ويقصدون فيها نيكولاس المقدس أو العظيم العظيم نيكولاس أو نيكولاس العظيم ومن هنا جاء اسم سانتا أما كلوز فهو اختصار اسم نيكولاس بس باللغة الألمانية وبكذا حكينا قصة القسم الأول من كريسمس واللي هو سانتا كلوز بس إذا كان سانتا كلوز بالشكل هذا فمن وين جاء هذا الشكل اللي هو الرجل الأبيض الدب هذا يركب على عربة تطيف الهواء يقود هل نعول في السماء رح أقصلكم قصة هذا الشكل بس قبلها خلونا نعرف إش سالفت هذه الشجرة اللي دائما نحطونا ويزينونا في بيوتهم فالحين خلوكم مع قصة هذه الشجرة شجرة الصنور تدرون أن هذه الشجرة اللي هي شجرة كريسمس لها علاقة بأقوام وثنيين كانوا يقدمون البشر كقربان لآلهتهم أقوام وثنية كانوا يقدسون هذه الشجرة ويقدمون أطفالهم كقرابين لآلهة الغابات والرعود وهذه الشجرة نفسها لا علاقة بأقوام عذبهم الله سبحانه وتعالى مذكورين في القرآن وممكن تقرأها بشكل مستمر ومستحيل أنك ما قد تسمعت بهذه الآن وعادا وثمودة وأصحاب الرس هذه الشجرة نفسها كانوا المسيحيين يكفرون من يقتني هذه الشجرة في بيتها أو يزينها أو يعظمها ويعتقدون بأنها عبادات وثنية في الأصل وإلى زمنك هذا ولا تزال تشوف هذه الشجرة في بيوت الناس كلهم حتى المسلمين وكأنها ذراح الشيطان الأيمن نلجع وراء لأول من غرس شجرة الصنوبر واللي يقال بأنه يافث ابن نوح عليه السلام وفي ذاك الوقت ما كان اسمها شجرة الصنوبر كان لها اسم ثاني مختلف تمام كان اسمها شاهد رخت أعتقد أني قلت الاسم صح الزبدة أنه شاهد رخت بتشوفها هنا كانت هذه الشجرة دائمة الخضار خضرة في الصيف في الشتاء في الخريف وفي الربيع في كل حالها خضرة ومن أول شتى لغرسها يافث ابن نوح عليه السلام وإبليس يدور حول هذه الشجرة وشاف في هذه الشجرة فرصة عظيمة ليضل فيها الناس يضل فيها أقوام كثير فحطها إبليس في مخة ومن هذا الوقت بدأ يشتغل عليها وفعليا جات أقوام وعظمت هذه الشجرة وكان اسمهم أصحاب الرس كانوا في منطقة خضراء وقيل بأنهم في أدريبيجان يعني أدريبيجان الحالية كانت لأصحاب الرس قديمة وكان في أدريبيجان نهر عظيم جدا كبير كان يسمى بنهر الرس وقيل بأن هذا هو سبب تسميتهم بأصحاب الرس أي أصحاب النهر العظيم هذا نسبة لهذا النهر الكبير كان النهر العظيم هذا والكبير حولها الكثير من أشجار الصنوبة كانت كثيرة جدا حول هذا النهر وطبعا هذول الأقوام كانوا مفتونين بهذه الشجرة دائمة الخضار يجي الصيف لا زالت خضراء يجي الخريف لا زالت خضراء يعني ماتي بس تماما واللي حط فيهم اعتقاد بأن هذه الشجرة مو بشجرة طبيعية الشجرة ليست من الأرض بل لها ملكوت خاص فيها ومن هنا بدأ الشيطان يشتغل حبة حبة على الوسواس يعني خلص الشغلة الكبيرة والحين نشتغل تيكي تاكا بدأوا يشوفون هذه الشجرة شي عجيب وشي جدا عظيم في يوم من الأيام قرروا أنهم يذبحون عجل سمين لهذه الشجرة ليتقربون منها واللي بعد هذا الموقف حصل أمر جدا غريب فذبحوا العجل السمينة هذا لهذه الشجرة وقاموا يشوفونها والدخان بدأ يكون سحابة فوقهم وهم مستمتعين ومحتفلين بهذا اليوم العظيم عندهم فجأة والشجرة تبدأ تهتز أمام عيونهم شجرة ضخمة هذه كاملة تهتز وبدأ يطلع من هذه الشجرة صوت طفل صوت طفل صغير ما تتوقعون إيش هو الصوت هذا ما كانوا يدرون من وين جاي هذا الصوت لكنهم كانوا يعرفون أن هذا الصوت من جهة هذه الشجرة كان طفل صغير أشبه بنعيق الحمار ما تتوقعون إيش قال طبعا كان إبليس تلبس هذه الشجرة فقال بوركتم يا عبادي أنا ربكم ورضيت عنكم وهنا زاد الطين بلع فعبدوا شجرة الصنوبر من هذه اللحظة وبعدها زادت عقيدتهم وذبحهم لهذه الأشجار إلى درجة أنهم حرموا على أنفسهم موية هذا النهر وقالوا بأنها روح الإله النهر من نص يغذي الأشجار اللي جنبها النهر هذا لا يجوز الشرب منه لا بهائمهم ولا أنفسهم وبعد فترة من كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعبادتهم لهذه الشجرة بعث لهم الله سبحانه وتعالى نبي يعلمهم بأن اللي تكلم من هذه الشجرة هو الشيطان وإنها ليست ربهم ولا تنفع ولا تضر وإن الشيطان هو عدوهم الكبير جلس يعلمهم على التوحيد وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الله وحده بس كان ردهم بالتكذيب وحبسوه حتى توفي محبوس في زنزانته وكان تكذيبهم هذا وقتلهم لنبيهم سبب لعذاب الله سبحانه وتعالى لهم فعذبهم الله سبحانه وتعالى بفعلته وبعدها ذول القوم انقطعت قصة هذه الشجرة انقطعت فترة طويلة سنين ومر السنين تمر وسالفة هذه الشجرة غامضة تماما واللي ما كان يعرفونه أن إبليس جالس يلعب في الخفاء على أقوام ما حد يعرفه معزولين عن الناس جاء عيسى عليه السلام ورفع الله إليه وأشركوا بالله من بعدها في مجمع نيقية والملحمة اللي صارت في الموحدين مرت وعدت وفي القرن الثامن ميلادي حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ايه نعم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا 150 سنة أو تقريبا 200 سنة كان في رحلات تبشيرية للنصارى كانت تسمى بالبعثة الأنجلوسكسونية شيء زي كذا الزبدة أن هذه البعثة تبشيرية يعني يدعون فيها للمسيحية طبعا سموها بالتبشيرية يعني يبشرونهم بأن المسيح مات عشانهم يعني في الأمة يا حبيبنا سو اللي تبغاه ذنوبك كلها مافوة فعشان كذا سميت بالتبشيرية ما سميت بالدعوية لأن الدعوية تختص بدعوة لعقيدة معينة وما كان عندهم عقيدة كانت عقيدتهم الوحيدة أنك في الأمة خلاص المسيح مات عشانك كان مشارك في هذه البعثة التبشيرية قسيس يسمى بسانت بونيفاس كانت الرحلة هذه لألمانيا واللي اكتشف في هذه الرحلة أقوام غريبين جدا أقوام كانوا يحطون شجرة الصنوبر في بيوتهم وكانوا يعبدونها واعتبركون فيها فسألهم هذا القسيس ليش أنتوا تقتنون هذه الأشجار في بيوتكم هل هي للزينة أو إيش قالوا لا هذه الأشجار تبعد عننا الأرواح الشريرة وتبعد عننا الأمراض طبعا هم وثنيين وكان عندهم أكثر من آلها مو بس شجرة الصنوبر هذه كان عندهم أكثر من آلها ومن الآله هذه إله الرعد والغبات وكان يسمى بثور وكان عشان يتقون عذاب ثور هذا يقدمون كل سنة طفل كقربان لهذا الإله يعني كانوا يحطونه وفي يوم من الأيام سانت بونيفاس خرج وانصدم بالموقف اللي هو فيه انصدم بأنهم رابطين طفل يقال بأن أميرهم في ذاك الوقت كانوا رابطينه في الشجرة وكانوا متجهزين أنهم يذبحونه كانوا الكل يعني مسلم يعني تقدر تقول مغطع لعقولهم ما يشوفون إلا أنهم يقتلون هذا الطفل المسكي بس صح فيهم بونيفاس وقال لهم وقفوا ترى الإله إله الحب والسلام وإله العذاب والموت وباي ذاوي يعني ذنوبكم مغفورة يعني واتس رونج فقالوا أما جدنا ذنوبنا كذا مغفورة وما يحتاج أن نذبح هذا قال لهم لا مرة مرة لهم أنتوا ذنوبكم مغفورة خلاص أنا أشوفه من وجهة نظري أنه سوى فيهم خير حقيقي يعني كل واحد عقيدتها أبطل من الثانية بس أقل شيء يعني الطفل المسكين هذا ما يموت كقربان إله مو موجود طبعا القسيس هذا خرب على إبليس شغلته كاملة كان سنين وسنين يضلهم بهذه الشجرة بس قال يا أخوي من كفر في كفر عوافي يعني شيء ما يسلمون يعني حطهم هنا في نار جانم حطهم هنا في نار جانم بس إبليس عنده مشكلة مع الشجرة هذه يبغى الناس تتبرك بهذه الشجرة بأي شكل من الأشكال وأنا بقول لكم ليش الأقوام الوثنية هذول اللي تنصروا تنصروا بس احتفظوا بهذه الشجرة في بيوتهم ما تخلوا عن شجرة الصنوبر هذه اللي كانت في بيوتهم دايم بس القسيس بونيفاس قال عوافي بكيف كون بس هم شيء يعني زينوها ببعض الزينة اللي تعبر عن المسيح عشان ما تنسون المسيح وتهتمون بالشجرة هذه يعني ويغويكم الشيطان ما در أن الشيطان هناك يصفق وفعليا حطوا فيها النجمة اللي تشوفونها إلى يومكم هذا النجمة اللي أعلى الشجرة وبدوا يزينون هذه الشجرة بالشموح طبعا النجمة هذه لها قصة كاملة قصة طويلة شويتين بس لها علاقة كبيرة بالمسيح في العقيدة النصرانية يعني كان قصة موجودة حتى في الإنجيل يعني هنا إبليس متك يتفصص على الروث وانتوا بكرامة ويمص مصادمة مروق يعني يقول كيفني وأنا أخلط لكم ما بين الوثنية والكفر والشرك خليت هذولا يتنصرون ويدعون بأن لله ولد وفي نفس الوقت يحتفظون بالشجرة اللي أنا أحب أغوي الناس فيها بس ما وقف إبليس هنا طبعا يوم أجاز بونيفاس لهم الشجرة واحتفاظهم لها في بيوتهم الكنائس اللي في بلاده رفضوا هذا الفعل وقالوا بأن هذا الأمر جدا خطير على عقيدتهم سواء يزينونها ولا ما يزينونها وكان بينهم برضو اختلافات شوي البعض قال عادي دام حطين النجمة ويعني حطين عليها رموز تدل على المسيح يعني مرة السنين وتناسوا هذه الشجرة يعني ترى إبليس دائما يشتغل على نفس طويل فلازم تحط في ذهنك بأن إبليس دائما يشتغل على النفس الطويل الحرب الباردة ما بيطلع لك بالسيف بيطلع لك بالحرب الباردة اللي على السنين تنسى وتتناسى يا حبيبي فعشان كذا حنا عجولين نحكم بسرعة خلق الإنسان ومن عجل مرت فعليا السنين وتناسوا هذه الشجرة البشر وصار عندهم أمر الشجرة هذه أمر بسيط وما طلعت سالفة هذه الشجرة برأ المانيا كانت سالفة الشجرة هذه لا تزال في ألمانيا والنصارى اللي في ألمانيا فقط هم اللي يحتفظون بهذه الشجرة كعادة من عدادهم إلين بعد ألف سنة تقريبا شفت إبليس كيف يمشي لك على النفس الطويل ألف سنة في القرن 18 ميلادي يعني حوالي من 1700 ميلادي ل 1800 ميلادي زوجة ملك بريطانيا العظمى جورج الثالث كان أصلها ألماني فدخلت فكرة الشجرة هذه لبريطانيا وحطت أنظار المجتمع على هذه الشجرة بس ما كانت منتشرة فكرة أنها تكون في البيوت إبليس هنا استخدم زوجة جورج الثالث بس على أن يدخل فقط فكرة الشجرة هذه لأن بريطانيا في ذاك الوقت كانت دولة عظمى ويعني تعتبر اليد العظمى لإبليس في ذاك الوقت بس لا زال إبليس يشتغل على النفس الطويل جلست سالفة هذه الشجرة في بريطانيا العظمى لمدة 100 سنة 100 سنة تقريبا وهذه الشجرة فكرتها موجودة لكن إلين هنا ما اشتغل عليها إبليس في القرن 19 تقريبا بريطانيا العظمى كان يحكمها الملكة فيكتوريا واللي كانت هي وزوجها يحبون هذه الشجرة حب عظيم طبعا زوجها اسمها ألبيرت واللي هو برضو كان أصولها ألمانية واللي عزز فكرة حب هذه الشجرة في زوجته واللي كانت ملكة بريطانيا العظمى في ذاك الوقت كان يحبونها حب شديد إلين بيوم من الأيام اتخذ إبليس خطوتها الأولى في نشر فكرة هذه الشجرة في وسوس لها دولة الزوجين إنهم ينشرون رسمة فقط لهم ولأطفالهم وهم يلعبون عند الشجرة هذه رسمة فقط رسمة لشجرة الصنوبر معلق فيها ألعاب والملكة فيكتوريا وزوجها ألبيرت جالسين عند هذه الشجرة وكانت الرسمة زي ما تشايفين كأنها في بيتهم طبعا الرسمة هذه انتشرت انتشار إبليسي فضيع الرسمة صارت في كل مكان تعرف يعني إيش ترنت؟ صارت ترنت ترنت بس زمان ما أدري كيف وكأن الشيطان نفث عقدة فيها وبعد الانتشار الإبليسي هذا بدأ البرتس والملكة فيكتوريا يرسلون أشجار الصنوبر لكل مكان إلى المدارس إلى البيوت إلى الأسواق لكل مكان وكانوا يرسلون مع هذه الأشجار حلويات وخاصة بسكوت الزنجبيل اللي تلقونا موجود إلى يومكم هذا يتشفتوا الحين الأمريكان يسوون بيوت في كريسمس من بسكوت الزنجبيل هذا البيت ترى أصلا من ألبرت وفكتوريا هذولا كانوا يهدون بسكوت الزنجبيل مع هذه الأشجار طبعا فكرة الشجرة هذه كانت ممنوعة من عبات في أمريكا وكان في قانون يمنعها تماما وكانت الكنائس تكفر من يقتني هذه الشجرة ترى قريب السلفة هذه يعني في 1700 وشيء إلين في 1900 ميلادي في القرن العشرين تم إزالة القانون هذا تماما والكنائس حللت اقتناء هذه الشجرة في 1900 كثروا المهاجرين الألمان لأمريكا يعني كثروا جدا وصاروا يقتنون هذه الأشجار واللي بعدها تم إزالة قانون منع الأشجار هذه أما الكنيسة فأجازت اقتناء هذه الأشجار يعني أنتم تخيل في 1900 كانوا النصارى يكفرون من يأخذ هذه الشجرة يعني شيء عجيب في كيف لك بس بالمسلمين إذا كانت عند هذول المشركين النصارى المشركين في كيف لك عند المسلمين من باب أولى إنما نأخذها وحلف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا لنسوي هذا الشيء خاصة بعد الحدث اللي حصل مع الصحابة في الجاهلية كان في شجرة نفس شجرة كريسمس شجرة كيوت ويحطون عليها تعاليق وكذا وكان يسمونها بذات أنواط يعني ذات تعاليق وزينة كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في طريقهم لمعركة خيبر مروا بشجرة ذات أنواط فشافوها صغار الصحابة وانعجبوا في هذه الشجرة وكانوا صغار الصحابة يعني حديثين الإسلام دوبهم أسلموا يعني دوبهم خرجوا من الجاهلية للإسلام فانعجبوا بشكلها جدا كان حلو جدا شكلها وجد أب كانوا طبعا المشركين في ذلك الوقت يعلقون فيها الأسلحة في زاد من جمالها من قلة علمهم بالإسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط زي ما لهم ذات أنواط يعني نبغى شجرة في المدينة كذا نبغى شجرة في المدينة كذا تكون زينة في المدينة وشي يعني إيجابي وشي بسيط بس التفت لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاتة التعجب ملامحة مستغربة استغراب شديد استغرب من طلبهم وقال لهم سبحان الله الله أكبر هذا كما قال قوم موسى لموسى يمروا على أقوام كانوا يعبدون الأصنام فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وطبعا قومه اتخذوا العجل كصنم يعبدونه من بعد هذا الطلب شوف كيف يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل إعجازي يعني قارم بين طلبهم هذا وطلب قوم موسى وكيف أنكم بتتخذون أشجار بعد طلبكم هذا في بيوتكم وتتبركون فيها زي ما فعل قوم موسى بعد ما طلبوا موسى موسى إله مثل آلهتهم بس شوف كيف صدمك النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه بعدها قال لهم والذي نفسي بيده لا تركبون سننا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة يعني والذي نفسي بيده إنكم بتسوون زي قوم موسى والأقوام اللي قبل قوم موسى طلبوا موسى إله وصنم يعبدونه وأنتم طلبتوا شجرة قوم موسى اتخذوا الصنم من بعد موسى وأنتم بتتخذون أشجار من بعدي يعني بتتخذون أشجار ذاته أنواط وليته يشوف بأبي هو وأمي حالنا في هذا اليوم بيوت المسلمين مليانة من شجر البلوط واللي تعتبر اليد اليمنى لإبليس وبكذا عرفنا قصة الشجرة حادي وكيف إنها فعليا دخلت بالنصرانية وكانت في الأصل لها امتداد وذهل بس الشيطان دخلها غصبا عن النصرانية في النصرانية فأصبحت رمز من رموز النصرانية بل إنهم حتى حاولوا يميعونها في النصرانية وحطوا عليها بعض الرموز والتعليقات النصرانية عشان تكون يعني يتقبلونها النصارى خلوكم من الشجرة الحين ما لحظتوا معاي الشبه بين سانتا كلوز في يوما الحالي وآلهة الراحة بخليكم تتمعانون في الصورتين جنب حطا تلاحظون إن سانتا اللي يصورونها لنا الآن يكون بالسماء وراكب على عربة يقودها الوعول إيه نعم هو تجسيد لصورة آلهة الرعت اللي كانوا يقدمون الأطفال الأبرياء كقربان لهذه الآلهة والعجيب مو بس هنا إن آلهة الرعت كانوا يقدمون الأطفال كقربان لها وسانتا الحين وبالوقت الحالي شخصية قريبة لقلوب الأطفال واللي جسدوه بشكل آلهة الرعت اللي كانوا يقدمون الأطفال كقربان لها ولو تلاحظون حتى سانتا كلوز في أيامنا هذه يجلسون الأطفال بحطن بشكل الحقيقة مقزس ومريب وفي بعض الأحيان تكون في بعض الإحاءات الجنسية للأطفال الحين بعد ما شفت الفيديو هذا كامل ناظر في المسلمين اللي يحتفلون بهذا الاحتفال ويبهركون لمن يحتفل بهذا الاحتفال وشوف هل نظرتك كانت سيء قبل الفيديو هذا أو أنها تغيرت فعليا وصرت تشوفه إنسان تافع لا يملك مبدأ إنسان جاهل برد فعليا إمعات مغلوبين في معركة المبادئ والأخلاق جهله يا رجل عقول الحقيقة مليانة مسلسلات نتفليكس ما عنده شيء ما عنده مبدأ ويقول لك لا يا أبوي فلا لأنا أقول لك أنت جاهل فقط إمع شخص لا يملك لا مبدأ ولا أي يعني تقودها المتعة فقط تقودها الشهوانية أنا أبغى أسوي هذا الشيء ما يهمني إيش أصل هذا الشيء بفعلتي هذه أنا راح أدعم هذا التاريخ السيء اللي ملطق بالدماء واللي ملطق بالشركيات وبالكفريات بالوثنية بإدعاء بأن لله ولد لا ما يهمني فقط أبا ألبس الأحمر واشتري شراريب عليها ويقول والله المفروض تلبس على راسك شراريب دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالأخير ادع معيها الدعاء عسى الله سبحانه وتعالى يثبتنا على ما نحن عليه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانشر هذا الفيديو عسى الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على ما فعلت وأن ينصر بك الإسلام والمسلمين ألين هنا وصلنا لنعاية قصة اليوم أو حلقة اليوم أو موعظة اليوم نشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية اللي بإذن الله بعد يومين أو ثلاثة أيام راح تنزل برضو حلقة فخلوكم قريبين بإذن الله ولا تروحوا هون بعيد يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصافرك وأتوب إليك نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة